السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الفيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازايكم عاملين ايه? يا ربكم اكونوا خير. الفيديو القناة ده بازن الله علمك طريقة في منتهى الجمال. هي ازاي ان انت تحذف كل الفيروسات اللي موجودة على بهاز الكمبيوتر بتاعك بطول منتستخدم اي برامج. لو حضرتك حابب تعرف. هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. الخطوة الاولانية اللي انا هعملها بإذن الله ان انا ادوس على اه حرص الويندوز الموجود في لوحة المتكيح مع حرص الار. هيستح معايا امر الارن. هدى اكتب الحرق دي. تمام? اضغط على مواسط. تمام? وهنتظر. لحظات بسيطة ونشوف هيتم ايه مع بعض? هقول له نعم? هتبدأ تظهر اداة ازالة اه البرامج الضرة اللي هي موجودة في قلب نسخة الويندوز. طبعا الاداة دي من اقوال ادوات الميكروسوفت دمجاها في قلب نسخة الويندوز. بس ما بتشتغلش الا لما حضرتك تشغلها بالامر اللي انا قلت ده. يعني هي مش هتشتغل اوتوماتيك. كمان? اه حضرتك لو انت حبيت تشوف اللي هي نسخة البرامج الضرة اللي الاداة دي قادرة ان هي تمسحها وتشيلها من على جهاز الكمبيوتر بتاعك همضغط على عرض قائمة اه اللي هي قائمة البرامج الضرة اللي هي تقوم تلك الاداة الاداة بالكشف عنها وايزالك. بصح حضرتك كل دية فيروسات ممكن تصيب جهاز الكمبيوتر بتاعك والاداة دي قادرة على ازالتها بالكامل. طبعا زي ما هارف شايف اه نسخة كبيرة جدا اه من الفيروسات كل الاداة قادرة ان يتعامل معها. وفي نفس الوقت الاداة دية بيتدعمها من هي دائمة اه التحبيس يعني دايما بتنزل لها تحبيسات مستمرة. فحضرتك هتستفيد منها بصفة مستمرة. طيب انا هعمل ايه كل اللي انا هعمله هضغط على اللي هو التالي. هيبدأ يظهر عندي تلات انواع من انواع المسح. في اول نوع اللي هو المسح سريع. ان انا همسح ملفات النظام. اللي في الغالب بتبقى اللي هي البرامج الضرة موجودة عليها. تمام? وهو هنا هيطلب منك ان انت آآ تمسحها آآ بتعمل مسح كامل لكل الملفات لو اكتشف فيروسات على جهازك. الخيار التاني ده مسح كامل. طبعا المسح الكامل ده بياخد وقت جدير جدا على جهازك حسب مساحة الهارد ديسك وحسب الملفات اللي انت حضيتها على جهاز الكمبيوتر بتاعك. الخيار التالت اللي هو مسح مخصص. يعني ايه مخصص? يعني انا هختار منطقة موجودة آآ على جهاز الكمبيوتر سواء او فولدر معين او ملفات معينة هبدأ امسحها. تمام? لو انت بغفت على اختيار المجلد هيفتح مع الجهاز الكمبيوتر بتاعك تبدأ تختار الملفات او الفايلات او الفولدرات او اللي انت حابب ان انت تبسحها. طيب انا عشان ما اطولش على هدركة الفيديو هختار اللي هو مسح سريع. وبعد كده اضغط على التالي هي الاداة تقوم بعملية مسح للملفات النزام بتاع الويندوز. زي ما حضراتك شايف كده عملية المسح شغالة. بيبدأ يعيد لك الملفات اللي بمسحها. وهنا بيقول لك الملفات النصابة. وبيقول لك ان انت بدأت عملية المسح الساعة اتناشر واحد وتلاتين. والفترة اللي هو البرنامج آآ اضاها في عملية المسح. كل اللي احنا هنعمله. ان انت هتنتظر لحد دي ما الاداة تنتهي من عملية المسح. وبعد كده هوري لحضرتك ايه اللي تعمله بعد كده? عشان نستفيد من الاداة دي باكبر قدر ممكن. زي ما بقول لحضرتك هي اقدامة جانية مجملة في اي نصف ويندوز بداية من نسخة ويندوز آآ سبعة. سواء بقى سبعة او تمانية او ويندوز عشرة او ويندوز حداشر موجود فيها الاداة ديت والميزة فيها ان ده مجانية بالكامل. حاجة تانية بيحصل لها او بينزالها تحديثات مستمرة على جهاز الكمبيوتر بتاعتك. فهي الاداة قوية وفعالة في ازالة الفيروسات آآ بالمجان بدون ان حضرتك تغرم آآ ان انت تحط آآ برنامج انتفيروس مدفوع على جهاز الكمبيوتر بتاعك. انا انتظر بالحين اللي انتهاء واوري لحضرتك ايه اللي هنعمله بعد كده. زي ما حضرتك شايف كده الاداة بتوصل فحص للملفات. آآ هي وصل الدواتير قرب يعني قرب داخل على عشر تلاف ملف تم مسحه. والى الان الحمد لله يعني ملقناش بيروسات موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. طبعا انا بدعوك طبعا ان انت تجرب الاداة دي وتستخدمها فهتفيدك وآآ لو في فيروسات على جهاز الكمبيوتر بتاعك بإذن الله هتمستحالك بالكامل. بالتابع مع بعض الفيديو. زي ما حضرتك شايف كده الاداة انتهت آآ من عملية الفحص. وآآ طبعا في آآ شكل الدرق اللي اخضر وعلامة صح. يعني معنا كده ان الاداة دي ما اكتشفتش اي فيروسات. طبعا الاداة دي مش هتجنيك عن آآ آآ لكن بتستخدم لازالة الفيروسات. يعني لو كان على جهازك فيروسات فتستخدمها لازالتها وهي ادافة عالم جدا وانا آآ جربتها فاكتر من جهاز الكمبيوتر. طيب لو انا ضغطت على عرض النتاج المفصلة للقاحص هيبدأ يظهر لي آآ زي ما حدرك شايف كده آآ رسائل بتقول لي لا توجد اي فيروسات شوش كل انواع الفيروسات اللي ممكن الجهاز بتاعي يصاب بها يقول لي لا توجد اي فيروسات. طيب بعد كده حضرات فتضغط على انتهاء وبكده يبقى انت عملية فحص كامل لجهاز الكمبيوتر بتاعك بدون ما تستخدم اي برامج خارجية. طبعا آآ بكده الفيديو بتعمل المهارة يكون انتهى. لو انت استفدت منه طبعا وآآ آآ عجبك تنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.